السلام عليكم اليوم سنجد معكم تارت بوندالو أو تارت بالإجاز مع كريمات اللوز التي تأتي لديدة ومعلكة سنحضرها بلابة سكرية التي نحتاج لها 150 كرام من التقيق الأبيض 120 كرام من الزبدة 3 ملاعق من السكر السقيل أو سكر كلاسي بيضة كاملة وقليل من الملح نضع بول أو إناء في زبدة نضيف عليها سكر سقيل 3 ملاعق ما يعادل تقريبا 60 كرام نخدموها مزيان يعني حتى تولي بحال إن بومات يعني بحال الكريم نضيف عليها بيضة ونخدموها مزيان حتى تخلط مزيان مع الزبدة نضيفو الملحة والدقيق بالتدريج نضيفوها بشوية بشوية ونخلطوه بلا سباتول حتى تجانس يعني حتى تدخل دقيق في الزبدة هاد لابات سكري أو العجين المسكر يعني كيجي متماسك أفضل من لابات بريزي وبعد ما تجمع لنا العجينة نضيفوها في البلاستيك الغذائي ونضيفوها في تلاجة ونمرو نحضرو كريمة اللوز نخدمو 100 كرام ديال الزبدة تكون بحرارات المطبخ مع 100 كرام من السكر السقيل أو سكر بودرة 100 كرام من اللوز بودرة وملعقتين من الدقيق ما يعادل 20 كرام تقريبا كنخدموها المكونات حتى تجانس مع بعضها مزيان وتولي بحلق كريم كنضيفو عليها بيضتين كنضيفو سكر الفاني أو مركز الفاني وكنخدموها مزيان بالاسباتول يعني كنقاو نطربو فيها حتى تولي يون كريم بعد ما خلطناها مزيان ووضعوها في المبرد في الثلاجة بالنسبة للزيين عندي الإجاس أو البعويد كناخذو نصله مزيان وننقيه ونزول لها لقلب دياله بحل هاد الشكل كيفما واضح في الصورة كنسلقو مع كاس ديال السكر مع الفاني والماء ومدة سلق دقيقتين لا أقل ولا أكتر كنصفيوها ملمة ونخليوها قطر مزيان يعني حتى نشوف ملمة كيفما واضح وكنبدو نقطعوها بهذا الشكل هذا يعني نشرحوه بحلقة بعد ما رتحت لنا العجينة وتماسكت في الثلاجة كنجبتوها كندروها بين بلاستيك الغذائي باش تجينة سهلة في الدليك كنكونو دهننا لمول بالزبدة ودقيق كنناخدو العجينة ديالنا بالمدلك بهذا الطريقة باش تجينة سهلة يعني هذه النوعة للعجينة كتكون متماسكة وزوينة ولكن نرضو البال يعني أثناء الطهية يعني ضغية كتتحمر النار تكون متوسطة يعني مهيلة من بعد كنن نشكوها بعود الأسنان كنناخدو كريمة اللوز كنوزوها على لبات ديالنا يعني تكون بالتساوي فهاد الأثناء كنو مشعلين الفرن على درجة حرارة متوسطة يعني الفرن لازم يكون ساخن من قبل متوسطة وكان بدهو نرتبو عليها ونستفو عليها البعويد بعد الطريقة هادي باش يجي شكل ديالها زوين ومرتب يعني تقدرو تديرو الكيميا اللي بغيتو ديال البعويد أنا هنا ودرت ستدي الأنصص وفي الأخير كنزينو برقائق اللوز وكان دخلو هادي طيب فرن يكون ساخن من قبل مدة ثلاثين دقيقة تقريبا على حسب كل واحد والفرن ديالو كيفاش كي يخدم وبعد ما نخرجوها من الفرن كندهنوها بعسل مسخن من قبل او مربة او قطر وبصحة والراحة وانتمنى هاد الوصفة تكون نعجباتكم وتجربوها وإلى وصفة قادمة ان شاء الله